السلام عليكم ونحط الله ذاكرك بالاربع اشياء بتاع الموديل بتاعنا قلنا صلح مع الوالدين دوفار كل اسبوع ولا كل اسبوعين التكرار في المراجعة والاكتيفيتي سبورتيف انتباطي ليش بيه عملنا حكاية صلح مع الوالدين في فيديو واحدة طواب بيش نحكيه على دوفار بيه برشة اسهلة ما تكرر عندي متلامذة شنو البارسكولار اللي تنصح بيه ولا شنو ما السريات اللي نخدموهم وكيفاش نخدمو كده بيه نصيحتي ليكم شنو انسى حكاية براسكولار ما تشيري حتى براسكولار ومتقاش تعبي في السريات وتعبي في تخدم دوفارات واضح هذي نصيحة ننصحك بها تخدم دوفارات تخدم السريات لانه السريات في البرسكولار معمولين اجزرستيس للخدمة اتاترو بوزي معناها ساعة تلقى اجزرستيس في كتاب ملحيد طلقها معناها خايب على الاخر وانتا ما يتخدمش وطويلة على الاخر وصعيب وصاعات سرية معناها تده طويلة على الاخر ومتعرفش على الروح كاسكو كي خدمتها وكي بصحيح لكن اسكو خدمتها في الوقت المطلوب ما اقول نحنا مهمة على الاخر حكاية تخدم بصحيح وفيسع فيسع حكاية فيسع فيسع البراماتر تونه ذاكا ما تجبش تعرفك دونك تخدم دوفارات بالوقت بتاع الدوفار تخدم دوفار بالوقت بتاع دوفار دونك تقارانتي الحكاية دي تقارانتي حكاية تكونه مربوط بوقت تختم مربوط بوقت. هذه مهم معلقة. الثاني حاجة الدفور مدام جاء لغيرك نجم يجيك. برشة الام ذي يقول لك هذي ما تجيش وهذي تجي وشنو اللي يجينا وشنو اللي يجينا وشنو اللي يجيناس. يختم الدفور مدام جاءت الناس خيرا يتجي مجيك. معناها الدفور ينحي لك حكاية ما جاتش و جات و كده. هي حكاية. الحكاية الأخرى الدفور فيه برام. معنا تجي مبعد ترابي روحك شنو اللي باي فيه شنو اللي مكش باي فيه. حاجة أخرى في الدفورات بالطريقة اللي نحكي على هاني. تخليك تكونفرونت الإكزرسيس. برشة تلم ذا مشكلتهم كونو نعمرو موجه إكزرسيس. معنا أول إكزرسيس الجديد يجيه هو الدفور. الدفور الرسمي بتاعه فمتا. دي ما يعاود يعاود في الخدمة. معناها الخدمة يخدمها للبروف هو يعاودها. هذي غلطة كبيرة. انتي كتعاود الإكزرسيس قاعد تخدم بالممارة بتاعك و مكش قاعد تفهم. واضح. بينما كتكونفرونت إكزرسيس جديدة كل البلوكاج هذك. معناها بتد بلوكا مدول الثانية الثالثة. اللي تولي تخرج من البلوكاج هذك وتولي تخدمها لاز. دونك. وانتي آخر العام شو بيستعدي انتي. هذي السؤال مهم على الاخر. في الباك شو بيستعدي؟ بيستعدي سيري ولا بيستعدي دفور؟ بيستعدي دفور. دونك انديك تترانة لينك تجير رسمي بتعدي دفور. ويقول لك عند الامتحان يوكر المرأة ويوهن. معناها فما خوف وكذي ورهبة والبريسيون بتاع الوالدين كذي في الدفور. دونك اذيك وليك تخليك تحاكي لماكسيمون اللي الباك. المعناها اللي موجود في الباك. بيه؟ وتواني احكي ان شاء الله قبل الدفور شو ما تخدم معناها بيش بيش تكون حاضر للدفور اتكسما. اما نعاوض انو نؤكد على الكونديشون بتاع الدفور. نحب نقول في الكونديشون بتاع الدفور كونو. كي تقرر بيش تخن دفور مثلا نهار السبت. نهار السبت لعشية تحب تخن دفور. فيكون اول حاجة تشوفها هي الدفور. معناها ما جيش نهار السبت قبل الدفور بشوية تقوة توزي الفورميليات لا. خلي اول حاجة تصادفها انا رسلته الدفور ولا هلا حد. واضح. دونك ذي النقطة المهم عليها. ثانية حاجة ما تمد حد شي. تعصر معناها عادي. ثانية نسيت فورميول اقعد معناها خمم وكذا وما تمد حتى شي. واضح. ولو الفورميول هذيك بشتخدم بقى دفور كلي كيه مش مشكلة. معناها تعصر واحدة كيما احسب روك في الباك. احسب روك في دفور ريال معناها. واضح. بعض النصائح معناها العملية اللي ديما نعطيها للتلامذة في الدفورات. اول حاجة تقرأ الدفور الكل قبل ما تبدو. اذي برابي سمعتوه ولا نعودها. تقرأ الدفور كامل قبل ما تبدو. ولو شدك ساعة. ولو حكي ذي تشددك ساعة. النصيح هذه ديما ننصح فيها تلامذة وبرشة تلامذة ما تطبقاش. انا عمناول معنا باك دوميل كتورز ادغشاشت على برشة تلامذة. خاصة ساكسين سيونس. ساكسين سيونس قاعدين يقولوا اللي عوجونا في الفيزيك وجاء دفور صعيب. وهو دفور صعيب لحدش. معناها اللي قال لك صعيب راهو مش فاهم. الحكاية وما فاها كانوا جوز كيسيونات لونين هما صعب. اني اللي خرجوا من دفور تلامذة واسئلتوا معنا شا عملته وكذا قالوا لي معمنيش بلق دي برشة معنا. فما بطبيعة لامدة عملوه بلق دي. وما فما وحيد ما عملوش بلق دي. سئلتوا من السؤال قلتوا لما قلتوا دفور قبل ما تدعو. كل قبل ما تدعو. قالوا لي لي رانا خفنا وكذا. قلتوا لما قلتوا لما قبل ما تدعو. ذي اللي حكي تغششني على الاخر. علش ما تقراش دفور قبل ما تدعو. يقول لي خايف للوقت يتعدى وما نخدم حد شيء. انتي عندك ثقة فئة معنا. يعني دي ما قد اكثر من عشر سين قريف الباك. كي نصحتك النصيحة في بادي بيك تقرأ باك. وفي بادي وقت الدفور وفي بادي اللي كونديشون بتاع الدفور. ونقول لك كونو كي تقرأ الدفور كامل تكمل قبل وقت الدفور. كي ما تقراش وقته ما تكملوش. علش. ومش تقرأ الدفور كيكا معناها جارية لا. تقرأ وتتماعن ثي وتحاول تجاوب أورال مو على كيستيون. عادة معناها الحكاية تاخذ نصف ساعة. نصف ساعة تقرأ الوحد. شنو تربح انتي كان قريف الدفور كليكا. تقول لي عندك فكرة على شنو فهمه في الدفور. يعني نجم يكون اللي مثلا في الدفور الباك تعمناه. ولي كزرش لول دو كيستيون ولين يصعب. معناه لو كان جاء واحد تقرأ الدفور كامل اكيد يبدأ بالثاني. ما نبدأش بالولين. واضح. نجم يكون لك ديش اللي خراني هو اللي لرجمانو تي وهو اللي تعرفه انتي. معناه هو اللي سهل بالنسبة ليك. تبدأ بيهو خلقش كاك. الحاجة الاخرى اللي الساعات دي كيستيون. اللي كيستيون اللي بعد يجاوبو لك على كيستيون اللي قبلة. يمهم معناخد. ما تنسيش. بيه. برشة حاجة. وحقيت قرأت الدفور كامل تنحيلك الخوف. تنحيلك سترس لولاني. دونك اي تلميذ رو مهما كان نبو بتاعي يدخل بلول دي خايف. دونك يقرأ الدفور كامل يبال يتنحيلك الخوف. وراو ديما في اي دفور فاما 16 موتو سهلين. والباقي بتاع تلميذة بهين. او 16 موتو رو مابليكاشن ديريك لليميتود اللي موجدين فيديوات مقراتوية فشان يوتيوب تاقي يا كريم. بيه. تاوه حاجة اخرى كي تتعادي بخلاف تقرأ الدفور كامل نصيحة اخرى عملية. اللي يكونو كل الاجزارسيس يختمو في دوبل فاي خاص به. هذي مهمة عليك. علاش. لانو كي تخدم اجزارس لولاني في دوبل فاي وكي تزي ثاني في دوبل فاي. شطابت برس في الاجزارس لولاني. شون تعمل. ناحية دوبل فاي ذاك وتعاود. واضح. مش كيف كي تخدم اجزارس لول والثاني وانتي غلطت في الثاني. دونك ترسيلك كي بش تعاود دوبل فاي بش نقل لول معه. هذي احكاية. ثاني حاجة كانو في الاجزارس ساعات فما كي ستفاهموش. دونك تخلفو تخليلو اسباس بهاية. وانتي كيف تبدأ الراحكم نظم. معنا ما تخلش بعضك في الورق. دونك عندك كل الاجزارس عنده ورقة خاصة بي. هذي معنا هذي معنا هذي حاجة براتيك مهمة عليك. باي. فما حاجات ينساوه متل امتل تبارك تنساوه. انتي ليوني مرود كيستيون مهمة عليك. ليوني مرود اجزارسيز مهمة عليك. وليونيتيه في الفيزيك. اليونيتيه في الفيزيك راو اه فالور من غير يونيتيه. راي ما تساوي حتى شيء. باي. توا كي تخدم دفوار. تخدم دفوار برقابة ويلديك قتلك. والحاجة الثانية تعطي لصاحبك يصلح لك. اي. توا بس نحكيكم على البراماتر بتاع التصليح. لازم صاحبك هذي يكون. بطبيعة هو بشي صلاح لك دفواره. هو بشي صلاح لك دفوارك انتي. وانتي بسطلاح له دفواره هو. وانتو ما تكونوا عديدوا نفس الدفوار في نفس التوقيت. باي. اذا كان نسان يميرو تكيستيان. معنى انتو صاحبك. اذا كان نسان يميرو تكيستيان تحط له صفر. ما تتحسرش عليه بالكل. انتو ما يزوك وتتشمتوا في بعضكم. انتي مهمتك تعطيه اقل نوت ممكن. وكيك ارا يصالحه في الباقي. وتتفهمني شو نقص. انسان يميرو تكيستيان ولي يخذ صفر. انسان اليونيتية في الفيزيك يخذ صفر. كلمة مش واضحة يخذ صفر. اه قبل في الكرة احنا. اقبل في الكرة احنا. قبل في الكرة بنحط زوز بيران. ومش بيران ازوز حجرات. ويجي واحدة ملكي بونتو. وعزي لو بدأت عنده ليل بره بونتو ليل بره. فما كلمة تغلب ناس كلكي يقول له ملكي الواضح اخوي. ملكي الواضح معنى ناس كلمة تفخ عليك نوت. ما تكتبش كتبه خائبة. اكتب كتبه واضح نعطيك نوتك. ما كتب كتبه واضح نشطبه نتعدى. رأي الحكاية دي معنى معلخ. انتي كتصلح دوفار صاحبك شنو بش يصير لك. بش يصير لك بش تعرف الاغلاطة بصفة عامة. وبتولي توزل روحك. تولي كتعدي دوفار توزل الكوريكتور. انتي راك بش. بش تصلح الكوبي بتاع صاحبك. بش تلقى كتبته خائبة. بش تفده على الاخر. بش تلقاه مثلا بادي. ما هو يقول لكم. ما ديش تبدأ بتروازي هيمون بوتي بي. واضح. انتي تاو تشوفك تصلح وعاية بتروازي هيمون بوتي بي. شو ما الاحساسة تتحسه. وراه والبروفزاد اللي بصلح لك في الباكرة وبشار كيفك. ويصلح في وسط الصيف. وفي غرغر القايلة. ومعنى هو مش هعطينه برشة فلوس. دونك هو احساس الحكاية. معنى كي بش يصلح وعاية تبدأ تبلبز عليهم. اللول. بش يشطب لك الباقي كل اكيه. دونك ما تعملش الحكاية. والحكاية دي ما تنجم تمسها الا ما تطلح الكوبي بتاع صاحبك. واضح. الحاجة الاخرى. اللي ماش مشكلة ما. حتى كان عطيته نتخيب مش مشكلة. هي الوبجكتيف كونه يتقوى بشوية بشوية معنى. الوبجكتيف كونه فما معنى ها. لازم الحكاية تكون تطور مستمر. مش مش تاقب عليك. نفتق من دوفارات لعنين عادي بشيك تحت الموين. فلا. دونك نعود نقول شنو قلت في الموديلة ذا. دونك يتعدي الدوفار برقابة والدين. بعد ما تعديوه زود دوفارات. دونك صاحبك يصلح لك وتصلح لصاحبك. وخنا نزيد نأكد على حاجة أكدت على اقبل. اللي هي أولد مع أولد. طفلة مع طفلة. شوش تعدي أولد وطفلة مع بعضكم. هذه الحكاية مهمة على اخر. وما تقولش كيف وختي وكل لغا ديك. دونك أولد مع أولد. طفلة مع وطفلة. مش بذوق نفس الصاحب اللي انتي بيش تعدي معه. نجم الدوفارة ذا مع واحد. دوفارة الاخر مع واحد اخر. وكل مرة تعديوه في دار تصرفه. المفيد الوبجيكتيف كونوك تصرفه في بعضكم. منحبكم تتشمته في بعضكم. هذه كالوبجيكتيف. أوكي. هذا ش حبيت نقوله في الدوفارات. وطيش عليك السريات. وطيش عليك الباراسكولير. نقطة قبل ما نفوت. منين نجيب دوفارات؟ هذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة للمدا اللي بيش تقرأ عندي. كو سوى أوفر 30 يوم أو أوفر جولد. انا بش نعطيهم دوفارات. بالنسبة للمدا الخرين شو متعب. فمكتبة في سفاقص اسمها مكتبة المطالجانف. عند الدوفارات ومنظمين على الاخر. واني بتعجيبني على الاخر المكتباتية. ودجاي انا اخت من عند الدوفارات. وصفة عامة سفاقصية. لحقك من نظمين على الاخر. في كل شي. ويخدمون بالقدر. فمكتبة المطالجانف تبيعك الرزمة بتاع دوفارات. بتاع التريمستر كاملة. مثلا انت تقول انت ساكسين سيونس. حاجتك بدوفارات المات والفيزيك والسيونس. كل الرزمة في الزوم بتاع 5000. معنا بشتيح لك 15000. وقبل التريمستر الثاني. قبل نبدأ التريمستر الثاني. كسيترا كترا. يعني تطلع عنتي الاسفاقصية. هذا هو السورسي نعرف. بسيناه فما سيت اسمه دوفارات. بوانات يظهر لي. تلقى فيدي دوفار وطاقة الكوريجين. اما ننصحك بحكاية مكتبة المطالجانفي. اذا كان عندك شكون في اسفاقص. هذا اللي عندي بش نقول اذا حكاية دوفارات. مهمة على الاخر كونه تخدم دوفارات. ما تخدمش طارسكولير. تلقاوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. اللي بش نحكي فيه على طريقة المراجعة. واللي هو نظم اهم فيديو الفيديو الجاي. سلام عليكم ونطلع.